عقد التحلف الوطني للعمل الأهلي التنموي اجتماعا عاجلا للوقوف على أولويات خطة الحماية الاجتماعية التي تم مدها حتى نهاية عام 2022 تنفيذا لتوجهة الرئيس عبدالفتح السيسي وأوضح التحلف أنه تم تقديم دعم إلى ثمانية ملايين أسرة بقيمة بلغت ملياري جنيها ركزت في مجملها على تقديم كل أنواع الدعم الغذائي والنقضي والطبية لمساندة الفئات الأولى بالرعاية على مدر شهر رمضان المبارك مشيرا إلى أنه تم التوافق على تقسيم الجهود في شهور الثمانية القادمة على سلسة محاورة رئيسية تشمل الدعم الغذائي والطبي والاجتماعي بتكلفة تتخطى خمسة ونصف مليار جنيه ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية من أولى مبادرات التحالف في الخامس من مايو المقبل